اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جديدة من صاغ سليم في الحلقة الماضية كان حديثنا عن الثقافة الموسيقية المشتركة بشكل عام ما بين الأتراك والعرب عموماً في هذه الحلقة رح نتحدث عن المديح الصوفي وأجواء الزكر في الزوايا والتكايا وهذه الأجواء بالتأكيد موجودة وتشتهر بسوريا وبتركيا لكن هالمرة البداية رح تكون من عند أخي جلال فضل força تساوف sleeve تسそんな v نظرة أتراكي الفيوس أو تساوفی موسيق أو تساوف موسيقى يبلغarahamer observations تساوف المزتهم في علمان ما وتعب إلى أ物حت م genuinely ي extrêmement ACTه داخل لا أصول موسيقى في العلم husbands قكان الإبدال ليس باكل موسيقية السلم أصلم بالت attained أن سجن الجنatan الحديتناة وظهر إلى الليل overtหนي نعمى كمسيحة الغية دقيتك المحلل بلدان امسى أمسى عدد أيضا محلل بلدان ثمق يدع محلل متى träابك اليوم من السلطر محلل نحلل محلل أما قلنا بميولانا جلال الدين روما يصنع اصبحت ميولانا جلال التصوف هو مصطلح عربي الاسر استعماله السوفيين في مجالسهم العلمية عندما كانوا يحضروا مجلس علمي او درس على التعبود التعرف كانوا يكون في فرقة او فريق موين يطلق عليه اسم الميولاوية هذا الناس متخصصين في الدعاء والإنشاد الديني و ترديد الاسكار عن طريق الدوران أو الالتفاف حول النفس في المجال الزكرة بيقولولهم السوفية بيقولولهم بالتركي سوفي بيقولولهم السوفي أيضا الذكي يسمية أي صناعي بيقولولهم يسمي بيقولولهم السوفي الالتفاف حول المجال يسميه كل هذا الزكرة الالتركين وعكما الالتفافيين المجال الالتفافيين الالتفافي ومشهور بسوريا لكن بالتأكيد مدينة حلب تتربع على عرش الإنشاد والمديح الصوفي وتتشابه ربما مع مجالس الذكر اللي عندكم في تركيا ونفس الوقت الصوفية في حلب وفي الوطن العربي بشكل عام اعتمدوا على الإنشاد الصوتي وفق الأنغام الموسيقية وباستخدام الدفء أحيانا أخي جلال وليس على الإنشاد مثل ما أنتم عنكم مستخدم حسب ما بعرف على الآلات الوطرية وآلات النفخ مثل الناي والنقر كما هو الحال عندكم مثل ما أنا في تركيا باستثناء ربما الملخانة أو المولاوية والمناسبة هون كلمة الملخانة كلمة تركية وهالمرة طبعا للأسف انكشفنا وانفضحنا أنه إخدام منكم شيء مصطلح من عندكم وهون حابب أول شغلة كتير مهمة ما بعرف إذا كان عندكم نفس هذا الشيء أو لا أنه معظم المقامات الفنية والأصوات الجبارة مدينة حلب على سبيل المثال كانت بداياتها مجالي الزكر نا الناس اللي شهروا بهذا الأمر طلعوا من مجالي الزكر الخاصة أو العامة في المساجد في التكاية مثل هم الفنان صباح فخري محمد خيري وغيرهم كانت بدايتهم من مجالي الزكر والتجمعات اللي كانت تصير أخي جلال أكثر وجود للزوايا ومجالس التصوف في تركيا بأي مدينة بيكون؟ كنا redesおっهون بم establishment كنا 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 كنانتوينPs كنانتوينه كنا أه فبالم فبالا ببا Gam bo مع exclusion موسيقى تقاني قصير لك برمضة خصص يمكنكم تشكيل يتكرم الجميع منحول المركز يتحصل على التقاني المشاياتي والمحولة نترككم إنهم من محاولة من سبجتب ذكير الوحولة hareket bir anlama geliyor. Bir elini kaldırıp açması bir anlam kazanıyor. Onu yavaşça indirmesi farklı bir anlam kazanıyor. Dolayısıyla Mevlevilik, Semazen Semazen'in o rütin olarak yapmış olduğu hareketler bunların hepsi Mevlevilik tarikatının veya Mevleviliğin içerisinden gelen şeylerdir. Bu daha çok dediğimiz gibi Konya, Konya ve çevresindeki illerde icra ediliyor. Diğer yerlerimizde aslında defle zikrediyor. Def ve neyle? Yani diyelim ki Doğu Anadolu'da veya Doğu'daki tasavvuf tarikatları onlar daha çok defle zikir yaparlar. Müziği icra ederler. Akhi Celal, ben nisbele Mecalis-i Zikr, abl-i Şüway, lahu tefettelit bil ahya ve şavari'i Dimeşk'i ve şavari'i Halep ve khaslaten hiyatı Halep'e ve hiyatı Jalem'e رح تسمع بالتكية الهلالية أو الزاوية الهلالية هناك رح تشوف أنه أنت معدي من هناك تسمع الذكر والرتم التصوفي كانت من الأماكن اللي يقصدها العديد من الناس اللي يبحثوا عن الغذاء الروح كما بيقولوا ليسمعوا بعض الأسكار والرتم والمديح الصوفي وكان في كتير من العديد التكاية والمدارس مثل العثمانية والتكية المولاوية ومتل ما قلنا الزاوية الهلالية وأيضا تكية بابا بيرام وتكية شيخ أبو بكر والعديد من التكاية والمدارس اللي يصعب ذكرها الآن ضمن هذا الموضوع شو رأيك نتجه كمان شوي للشارع لنسمع من العالم شو قالت باستطلاعات الرأي حول هذا الموضوع بيشاي تشلم والنصورة دا يلا سوقها قدر يلا اشتركوا في القناة 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 وغيرهم ممن جمعوا عددا من المريدين في مكان معين اشكالا مبكرة من التصوف الاسلامي وفي الازمنة العثمانية التي تعد وثائقها غنية الى حد ما نجد عددا مهما من المؤسسات الصوفية الموزعة ضمن كامل النسيج الحضري في حلب احيانا على مقربة من المساجد واحيانا كمباني مستقلة اخي جلال ما تتصوف للأتراك ما تتصوف للأتراك شب perfectly جلال版لمّي بهترح لقناة قدأ هذا اليونك هناك مواعب الانشكة اللقاءات اتضافتين اللقاءات اتضافتين هذا نحوذ من مذهلين ويصعدنا المتركبة كأنه لا مذهل angاة عيليًا ويصدر حيث بدقة عنها أتتخل الأخير حتى يمكنني أن يملكون خلالة بعض المتركبة تشغل المتركبة تشغل المتركبة أكبر هبقى أكبر بنفسك يملكون في هذا النوع بشكل مفصل الأمر من رب الع breaking الشeurs الثقاء الثقاء الأخرى من الحب الجديد تعم Burg trends المت وَاَجَبَ شُكُرُ عَلَيْنَا مَدَعَ لِلَّهِ دَا Ay doğdu üzerimize veda tepelerinden şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden. Okuduğumuz tasavvuf müziğinden de ele alırsak aslında Türkler de Araplar da yüzyıllardan beri beraber aynı toplumda bulundukları için çeşitli kültürler faktörlerden etkilenmişlerdir. Bunun bir örneği de tasavvuf müziğidir. Okuduğumuz gibi Delalbedru Aleyna İlahisinde Türk kardeşlerimiz de bu müziği kullanaraktan bu tasavvuf müziğinin Türkiye'de dinlenmesini sağlamışlardır. Tabi arkadaşlar nasıl söyleyeyim bir Türkler etkilenmemiştir bu kültürlerden. Arap kardeşlerimiz de Türk kültüründen etkilenmişlerdir. Mesela hat yazıları, hat olayları, Halep'te Mevlaü tarikatının ellerini böyle omuzlarına koyarak dönmesi Mevlana Celaletti Rumi'den gelen bir gelenektir. Birbirlerine yüzyıllardan beri etkilenmişlerdir ve bu etkileşim hala da devam etmektedir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.